بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في هذه الخواطر سلسلة خواطر رمضانية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم من يجعلون وإياكم من أهل القرآن خاطرة اليوم في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر الآية لها وقع على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقع على قلب الدعاية ولسيما اللي يقرأ الآية بعد قراءة مثلا وفي نفس الترتيب يعني في المصحف تخيط بتقرأ سورة نوح وبعدها سورة الجن وبعدها المزمل وبعد كده المدثر والأربع سورة ربعا وبتقرأ معاناة سيدنا نوح وكل البذل اللي بدره والمدة الطويلة 950 سنة يدعو ليلة ونهارا سيرا وجهارا ويستعمل كل الوسائل الدعوية وبعد كده سورة الجن مشهد إعراض البشر وإقبال بعض الجن يرسلهم الله سبحانه وتعالى ثم بعد كده سورة المزمل القيام معظم الليل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين كل هذا المجهود في الدعوة وكل هذا المجهود في العبادة فربنا لما تيجي بقى أنت بعدك تقرأ ولربك فاصبر يا الله بالفعل قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبالفعل قام النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فلربك فاصبر تخيل بقى لما تيجي تقراها بالعكس بقى في أول لما نزلت يعني الكلام ده بعد بقى المجهود الدعوي تخيل بقى أول لما نزلت كيف كانت هذه الآيات توطن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومش مثلا ربنا قال له اصبر لله لا ولربك في الأول على قدر فهمك لكلمة لربك والربوبية والنعم وقدرة الله المطلقة على قدر ما تستطيع الصبر على قدر تحصيل هذه المعاني وأن الإنسان يعايش معنا الرب ويكون بينه وبين هذا الإله وبين هذا الرب اتصالا في العبادة والأسيامة في الليل يستطيع أن يصبر لذلك ما تقرأ أقوال المفسرين ولربك فاصبر منهم اللي حملها مثلا على الدعوة يعني روي عن ابن عباس قال أي لا تقل قد وبعدين اللي أبلها كمان ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر لأيتين دولة وربعض معنى فديع يعني روي عن ابن عباس قال لا تقل قد دعوتهم فلم يقبل مني عد فدعوهم يعني عد فدعوهم مرة أخرى ولربك فاصبر على ذلك يعني ولا تمن تستكثر من الأول من أول الطريق ربنا بيقوله انت هتعطي كثير كثيرا انت ستبذل كثيرا من وقتك ومالك وجهدك وبدنك ستبذل كثيرا من أول لحظة بتنزل عليه الآيات المدسر من أوال ما أنزل ربنا سبحانه وتعالى بيقول له سوف تعطي كثيرا فلا تستكثر هذا العطاء على أحد المعاني وقيل لا تمن بالنبوة والقرآن الذي أرسلناك به تستكثرهم تأخذ عليه أيضا من الدنيا يعني من الأول وطن نفسك على البذل وطن نفسك إنك مش هتحصل على ما تقدم أجرا من الدنيا بحيث أنك ما تنظرش للناس كلام دا بي موجه للدعاء ما تنظرش للناس ماذا أعطوني أنا قدمت لهم وجهدت لأبين لهم التوحيد وفي الآخر ماذا أعطوني لا تنتظر منهم شيئا من أول لحظة من أول لحظة بتوطى الآيات دي بتوطن قلب الدعية إنه سيبدل كثيرا وأنه ليس له إلا الله ليتصبر به ويتعزى بكلامه سبحانه وتعالى ولربك فاصبر فالآية دي بعد جهود الدعوة السنوات الطويلة في سورة نوح وبعد إن في الآخر اللي يؤمن في آخر مكة ربنا سبحانه وتعالى يصرف ويصرف نفر من الجن يستمعون القرآن وبعد طول قيام الليل ربنا بيقول لنا وسلم ولربك فاصبر وطن نفسك اللي عايزة سير في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اجعلنا لكل نبي عدو فمن صار على طريق الأنبياء فلابد له من عداء فالذي سيسير على طريق الأنبياء لا بد أن يوطن نفسه على الصد لا بد أن يوطن نفسه أنه سيبذل من وقته كثيرا ومن ماله ومن بدنه ومن عمره ثم قد لا يجد أثر ذلك عند الناس ثم قد لا يجد أثرا لذلك في الدنيا ولكن الذي يساعده على ذلك وعلى الاستمرار ولي ربك فاصبر لابد أن يوطن نفسه أنه لا ينتظر الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى هذا أمر فعلا صعب على القلب ولسيما إذا أودي الإنسان أنه لا ينتظر الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يثبتنا على طريقه سبحانه وتعالى وأن يستعملنا نصرة دينه قل خل لي هذا واستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا